أو أرضية مشتركة معه في كثير من هذه الأمور مهما تباينت أو اختلفت وجهات النظر دكتور حسام أهلنا سهلا أهلا بي أنا سعيد بيك الحقيقة يعني لك فترة ما طلعتش وأعرف أنك من فترة واخد موقف يعني عدم الخروج فأنا بشكرك الحقيقة أنك لبيت هذا النداء وقيت لنا أنا عايز أسألك بس في البداية زي ما قلت يا دكتور أن الإطار السياسي هو المظلة الرئيسية للحوار الوطني كيف ترى إمكانية تحقيق الإصلاح السياسي انطلاقا من هذا الحوار للاتفاق على قواس المشتركة وفيه حاجتين فيه حاجات إجرائية وحاجات فيه مفهوم الإصلاح نفسه حاجات الإجرائية دي أنا وجدت أن أغلب الناس المشاركين في الحوار وفي الجلسة الافتتاحية سواء من القوى السياسية أو القوى العاقلة داخل دولاب الدولة ترى أنه لازم يكون فيه انفراجة في مسألة سجناء الرأي أو الحبس الاحتياطي دي حاجات ممكن بكرة تتعمل من لم يوجه له تهمة يروح ومن وجهت له تهمة يتحاكم وفيه إجراءات بسيطة جداً الاحترازية التكنولوجيا داخلت فيها مش لازم تدخل الناس السجن عشان أنت عايز تحطهم تحت مراقبة الوقت فيه تكنولوجيا بتحط السوار في إيدك أو في رجلك وما تقدرش تتحرك من بيتك يعني أقصد أقول فيه وسائل ما تسرش غضب الناس خصوصاً إذا كانوا أبرياء ففيه إجراءات ولكن لذلك يتم يا دكتور أرجو ذلك أكثر من ألف وواحد تم الإفراج عنهم بعفو رئاسي أرجو ذلك لا أنا بتكلمش عن عفو الرئاسي العفو الرئاسي شيء واللي أنا بتكلم عليه في مبدأ الحبس الاحتياطي طيب هل الحبس الاحتياطي يا دكتور يستثني الجميع أم أصحاب الرأي ونتوقف هنا عند من يستخدمون العنف والإرهاب كيف سيتم التعامل مع هؤلاء والحبس الاحتياطي في جانب منه سياسي وفي جانب منه غير سياسي والجانب الغير سياسي بقى بيستخدم دلوقتي أكتر هي الفكرة الفلسفية أن الحبس الاحتياطي مش عقوبة لا ننظر إليه كعقوبة لأن الجهات اللي بتحبس إنسان احتياطياً ومش عارفة تثبت أنه لو قضي أنه هناك جناية أو خطأ لعب فيهم مش في المحبوس وأنت ساعات فيه جهات متأكدة أنك أنت خطر بس مش عارفة تثبتها ولكن ربما التحقيق في قضايا العام في استوجب إخضاع الشخص للتحقيق قبل الإفراج عنه أو قبل إحالته للمحاكة أحنا مش مختلفين في الإجراءات القانونية يعني مختلف أنك أنت تبقى جوه حبس احتياطي ومدة مفتوحة أو قرب انتهاء الحبس الاحتياطي يتم اتهامك اتهام أخر فتبصت لك قعدت سنتين أو ثلاثة بدون محاكمة وبدون توجيه تهمة هو ده اللي يقلقني لأنه هو ممكن أنا بكرة وممكن أنت بكرة تبقى في هذا المكان اللي أنا متأكد منه أن هناك إجراءات ممكن تتخذ تريح المجتمع كله وتريح المعارضة وتريح الأحزاب السياسية من غير ما تخل بالأمن هي القضية يعني مبدئية أنا بقى هنا بتكلم على جزئية في جزئية تانية هو الحبس الاحتياطي ده سنتين ده صح ولا بفروض يبس ستوشهر بس ولا يبس تلتوشهر بس نمازج العالم موجودة نأخذ أقساها لكن مفيش داعي أن أنا أفتح الأمور على البحر وأنا متأكد أن مفيش سلطة سياسية عايزة تخلي الناس يطلعوا من الحبس الاحتياطي أعداء صحيح أنت في نهاية الأمر ساعات كان حماية الله رحمه يقول لي كده والله عصنا أبو باشر كان يقولي ساعات السجن هو اللي بيفرز الأعداء كان يؤمن بالحوار السياسي لو دخلت واحد وأنت عندكش القدرة أنك تناقشه أو تتهمه هيخرج صاخت ويلم حواليه صاختي الآخرين مش كل الناس زي حالتنا كده ممكن يختلف ويتطفق ولما يختلف هو يختلف من أجل البناء مش من أجل الهدم احنا مش عايزين نخلق ناس عايزة تهدف عايزين نخلق ناس نقول تستطيع أن تقول رأيك وتستطيع أن تختلف بس ادي بديل لو كنت سياسي ادي بديل لو كنت حزب بدل ما احنا كل الأعداد تبقى أعداد سلبية كل واحد عمالي يقول لك قصة حوالين الأخطاء وقصة حوالين